أشخاص يطعموا العدد بالألاف حوالي ستة لاف وشوي أقول سبعة لاف رفلية يعني الله أعلم لكن أعداد كبيرة أنك تطعم ويكون عندك الكميات الهائلة من هذا الطعام ما كانش فيه فيتامينات كانت كلها في الحاجات الناتشرال الفكرة كان آتي أنه كانت فيه مخازن وزي ما شرحنا في الحلقة أنا وحضرتك كنا نشوف المكان الأكل كان فيه أنابيب تتحط فيها هذه الحبوب ولما التيور تأخذ منها يستمر الإمداد أنا كنت بتكلم مع مهندس زراعي بيقول لي عندهم مزرعة فيها تلاتين ألف فرخة بيوكلوهم بس مرتين في اليوم أن يحتاجوا يمملوا المخزن الأساسي مرتين في اليوم علشان يستمر هذا الغذاء لأنه السيستم النظام بيمشي الموضوع فده بيكلم عن تلاتين ألف فرخة في المزرعة اللي هو كان بيشتغل فيها وده حاجة حديثة جدا فاللي عايز أقوله لك أنه العدد أنه ستة ألاف أو سبعة ألاف كائن حي جوه هذا المكان السبب فيه من حاوانات كبيرة شوي يعني أكبر بالضبط معه الأكبر ده ربنا دخل الأسد الصغير وزي ما قلنا أن الديناسوري الكبير ده بيفقس من بيضة حجمها أكبر من كرة القدم فمعنى كده أن الديناسوري الصغير هيبقى صغير فإذن فيه إمكانية أنه تمن أشخاص لأنه فيه تمن أشخاص بس لأنه مش بس تغذية التهوية التهوية عندنا القوة أوكي والروث طبعا أو ساخ كل الحاجات يعني اللوجيستيكس طبعا طبعا فيه كتاب اسمه فيزيبليتي ستادي أوف نواز أرق اللي هو الدراستي الجدوى ويتعرض لكل الأمور دي بالتفصيل وزي ما شفنا في النموذج اللي عملوه في أنسرزين جينيسيس في سينسيناتي بنشوف أنه كان فيه وسيلة أنه الروث بينزل عشان يتجمع في مكان واحد ويتاخذ على العربية بعجل وبعدين فيه ميكانيزم فيه وسيلة حطينه مصور التور بيحرك زي السقية فيطلع شوية زي أواني زي جرادل بيطلع يطلع يطلع وفيه وسيلة للتصريف وسيلة أنا عندي نموذج أو عندي فيلم صغير عن الموضوع ده هندسيا ممكنة ومدروسة وده أحد الاحتبالات يعني كان أول رجل على الأرض بيعمل ريسايكلين قبل اليوم العصر الحديث بالتأكيد فكان لابد التخلص من الفضلات طبعا وكان لابد من التهوية وده كله موجود في الفلك ترجمة نانسي قنقر